اذا السلام عليكم مرحبا بكم في هذا اللايب حول كيفية تدريس اللغة الانجليزية للصغار في الابتدائي هذا هو اول لايف على قناة اليوتيوب طبعا لما قدرش يتلحق اليوم باللايف ولا ما يقدرش يتفرج كامل اللايف راح يبقى مسجل على القناة ويمكنكم في اي وقت تتفرجوه كامل او على مراحل وقت ما قدرتو دي التذكير لما شافش التطبيق الاول لانه هذا التطبيق الثاني الفيديو هذا راح مصور في الفيديو اللي راح نشوفوه مع بعض اليوم راح مصور في مدرسة ابتدائية في الصين في قسم السنة الرابعة ابتدائي والتلاميذ اللي راح نشوفوه مع بعض اليوم راح هنا في المستوى الثاني في الانجليزية لانه في الصين يبدأوا يقراوا الانجليزية في السنة اه الثالثة الشي اللي راح نشوفوه اليوم مش بالضرورة مشابه للسياق انتاعنا اه في الجزائر ولكن اه كما قلت قبل كل واحد يشوف التطبيق والشرح انتاعي اه كل واحد يشوفوه يقدر يكيفوه يواموه مع المبادئ والنظريات والتقنيات اللي راح نشوفوها اليوم باش تتماشى مع السياق انتاعه السياق انتاعه يعني قادر يكون عمر التلاميذ مختلف ولا يكون قادر يكون مستواهم مختلف ولا قادر يكون القسم من ناحية التهيئة والامكانيات مش كيف كيف قادر يكون ما عندكش كتب ولا ما عندكش الدعائم البيداغوجية لازم مراعاة ايضا اختلاف التقافي قادر مثلا تقولي اه القسم اللي راح نشوفوه اليوم في الصين فيه اه برك عشرين تدميذ انا عندي ربعين وكل هذا صحيح ولهذا قلت لازم كل واحد يفكر في كيفية كيف الامور اللي راح نشوفوها اليوم اه مع الوضع انتاعه وخاصة مع الامكانيات المتاحة وطبعا مع التلاميذ انتاعه والطريقة اللي تعلموا بها وهذا هو الشيء الاهم قبل ما نبدأوا في مشاهدة الفيديو والتعليق عليه هذه عندكم اسئلة خلال هاد الل delightful كتبوها في التعليقات ولكن اليوم ليس Premier راح نقدر نجاوب عليها ليش راح نقدر نجاوب عليها نظرا لديق الوقت اذا فقط تكتبوا الاسئلة والالليف اللي جاي ان شاء الله راح نخصص وقت الاجابة على الاسئلة انتاعكم ان شاء الله اليوم اذا مش راح نقدر نتفاعل مع التعليقات والاسئلة ولكن في اللايف القادم ان شاء الله راح نجاوب عليها وبقاو معايا في هذا اللايف حتى الاخير راح نعطيكم ايضا استراتيجية تعليم المفردات للصغار ونقولكم ايضا اللايف الجاي وشي كل موضوع انتعو اذا نبدأ في مشاهدة الفيديو والتعليق على مقاطع منه موضوع اليوم كما راكم تشوفوا في اهنا وعلى تعليم مفردات جديدة متعلقة بالمشاعر اهداف الدرس هي انه مهم جدا انه دايما يكون عنه اهداف محددة للدرس والمهم ايضا انه الاهداف تكون واضحة وايضا انها ما تكونش كتيرة يعني هدفه لتنين للدرس الواحد باش هكذا يكون تحقيقها سهل وممكن وممكن حتى نديره تقييم سريع في وسط الدرس او عند نهاية الدرس للتأكد من انه تم تحقيق هذا الاهداف ايضا يجب دائما تحديد ما هي المفردات اللي راح حابين ندرسها ولا نقدمها مثلا لهذا الدرس اللي راح نشوفه مع بعض اليوم المفردات هي تحديد القائمة مهم حتى يكون التركيز على عدد محدد ومنساش انه الكلمات الجديدة لازم عددها يكون محدود لانه لو تكون كتيرة التلاميذ مش راح يتذكروها ولا ممكن حتى تختلط عليهم الالفاظ والمعاني اذا نبدو في مشاهدة هاد الفيديو اذا درس هذا مقسم الى ثلاثة اجزاء ويتبع نمط present practice apply طريقة هذه معروفة بPPA واللي هي تقريبا نفس طريقة PPP اللي معروفة كتير في الابتدائيات وحتى في الاكماليات وفي الثانويات الجزائرية اللي هي PPP present practice production احنا اليوم راح نشوفه التطبيق اكتر من الانتاج production راح نشوفه ان شاء الله في اللايف القادم في الدرس القادم ان شاء الله الاستاذة هذه اللي راي معانا اليوم في قسم من الصين راح تعطي كل وقت للانتاج production اذا نبدو بالجزء الاول من الدرس اللي هو present اذا هنا هذه النقطة كنا تحدثنا عليها من قبل في فيديو سابق اللي هي instructional routines شوفونا كيف قالت fingers ready طبعا تلاميذ هنا كلهم على بلهم وشي لازم يديروا هذا مهم في التحكم في القسم لانعيطوله classroom management كتير من الاساد اذا عندهم صعوبات في التحكم في التلاميذ واحسن طريقة هي اننا نعلموهم هاد ال routine والتعليمات ودايما نستعملوها علىها لانها اولا تشد انتباههم ثانيا لانها تنظم التعليم والتعلم بحيث انه كل قسم يقوم بنفس الشيء في نفس الوقت وثالثا لانها مدام التعليمات جاية من عندك من عندك استاد ولا استادة فهي تبين انك انت ولا انت قائد ولا قائدة القسم وانك متحكمة في زمام الامور طبعا كما قلنا من قبل رح يكون هناك وقت لاحقا لاعطاهم المجال لاخذ زمام الامور وحرية اكتر رح نشوفها اليوم في اخر الدرس ياخدوا زمام الامور بانفسهم من خلال النشاطات التنائية والجامعية كما رح نشوفو بعد قليل اذا fingers ready وبعدها اعطتهم تعليمات على لاوش لازم لازم يديرو وتقوم بتمثيل الحركة لي هي باش تتاكد اولا انهم كلهم منتبهين وتانيا كلهم على بالهم مش لازم يديرو من المهم اذا تمثيل تعليمات للاطفال لانها تساعدهم على الفهم طبعا على ارجح التلاميذ هاد وشافوا هاد النوع من التعليمات والتمرينات من قبل ولهذا كلهم على بالهم مش يديرو ولوش لازم يديرو ولكن في نفس الوقت لازم على المدرس انه دايما يذكر التلاميذ ويدكرهم بانه هاد الطريقة لانه بهذا الطريقة انه يذكرهم دايما هاد الطريقة هي اللي تساعدهم انه هاد التعليمات وهاد المعاني تترسخ وهذا شيء مهم في تعليم اللغات اذا نكمل اذا علاقنا به التمرين قمنا به باش نخلو تعلم المفردات تفاعلي من خلال طرح اسئلة لاجاد الكلمات لماذا لانه ممكن انه بعض المفردات شافوها من قبل شافوها من قبل معاك بطريقة غير مباشرة مثلا يعني في دروس اخرى او في سنوات من قبل اذا كانوا في سنة الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة ابتدائي واذا كانوا في سنة تانية او سنة التالتة متوسط او كانوا في سنة اولى ولا سنة التانية تانوي كان بعض المفردات اللي كانوا شافوها من قبل وهنا وش نديرو نديرو اكتيفيت باكراوند موليج ممكن ايضا انهم يعرفوا بعض المفردات خارج المدرسة من خلال الانترنت والتلفاز او اي وسيلة اخرى اذا هنا في الطرق الحديثة لتعليم اللغات من روحوش من بمبدأ انه المتعلمين سواء كانوا كبار ولا صغار ما يعرفوش المفردات لهذا نبدأ اولا بطرح اسئلة بطرح هذه الاسئلة رانا ايضا نعلم فيهم انه مسؤولية التعلم تقع عليهم من خلال محاولة ايجاد او محاولة تذكر او حتى فقط من خلال التخمين الخطأ اللي يوقع فيه كتير من الاساتده تعالى الانجليزية هو انه يعطي مباشرة المعنى للتلميذ ولا يشرح للتلميذ من خلال الترجمة مثلا ولا الشرح وهذا الترجمة الى العربية هي اسوأ سيناريو قادر يصرى في القسم فيه تعليم المفردات وهذا كل اللي رانا نشوفه فيه ديوم في طرق تعليم المفردات هو باش انبعدوا على هذا الميكانيزم ولا هذا العدد اللي راهي ولد فيه مدارسنا ديوم وفيه تعليم الانجليزية اللي هي ترجمة المفردات الى العربية من المرة الاولى اللي نقدم فيها مفردات جديدة الان ماذا لو كان بعض منهم كانت هذه اول مرة يسمعوا في هذه الكلمات هناك عين تلات حلول اولا نديروا كما الاستاذة نقولوا الكلمة في هذه الحالة كلمة تايرد مثلا قالتها ونخلوهم يحوسوا عليها من خلال قراءة الكلمة تحت الصورة كما شفنا من الاول كل صورة تحتها الكلمة بالانجليزية هنا وش راح يساعدهم مثلا في ايجاد الكلمة اللي نحوس عليها والصورة تحتها وقراءة الكلمة تايرد تانيا طريقة اخرى الفايدان تعبوينت هو انه تلاميذ يقدروا يشوفوا على بعضهم الاجابة الصحيحة وراكوا تشوفوا هنا في الفيديو كيف هادا طفلا ويشوفوا شا يدير هادا طفلا ولا هادا طفلا ويشوف شام يديرو الخريط يعني كتير منهم راح يشوف زميلو وين حتصبعو ويصحح نفسو اذا لقاروحو بلي راح غالط ولا يدير هك باش يتأكد انه الاجابة تعالوا الاولى صحيحة يشوف يتأكد ربما يقول بعض انهم هنا راح ينقلوا على بعضهم نقول لك لا هنا مازال فقط راح يتعلموا حيكونوا ينقلوا اذا كان مثلا نراك في اختبار وهذا ما لازمش نسمحوا به انه يشوفوا من بعضهم في اختبار ولا في تاست ولا في فرض ثالثا كما شفت الاستاذ الدير في الحالة هذه يمكن للأستاذ انه يدور ويراقب ويشوف ويتأكد انه تلاميذ راهم حطين اصابعهم على الاجابة الصحيحة وكما راكوا راح تشوفوا الاستاذة هنا يمكن نقوموا بتصحيح الاخطاء الحاجة اللي ما لازمش نساوها هنا هو انه تعلم مفردات وترسخها وخاصة استعمالها يدي وقت وانه هذه فقط مرحلة اولى اللي انا اشوف فيها مع بعض الان وهي فقط تخص تقديم المفردات ويتبحها مراحل اخرى واللي هي تمرن واللي هي تطبيق بشكل منتظم وبشكل مستمر ومتكرر مش برك في حصة وحدة لكن على طول العام الدراسي او طول المستوى اذا شوفوا هنا كيف ان الاستاذة تكرر كل كلمة وكيف ان التلاميذ يكرروا ايضا معها صحا التكرار عنده عدة فوائد واهدا اولا التكرار مهم للنطق لانه انتم كاساتي دا عندكم النطق الصحيح للغة ولازم تلاميذ يهزوا عليكم النطق الصحيح ثانيا التكرار يخليك دايما متحكمة ولا متحكم طوال الحصة في القسم لانه من ناحية العملية كتقول كل ما يكررها تلاميذ يكررها تلاميذ بعدك هذا يعني انه انت هو قائد الجوق وهذا مهم خاصة اللي عندهم مشاكل انتع فوضى في القسم ولا مشاكل في التحكم في القسم ثالثا التكرار الجماعي هذا يخلي التلاميذ دائما منتبهين ومركزين ويخليهم active learners مش فقط passive learners بمعنى يسمحوا passive learners بمعنى يسمعوا فقط للشرح لا طول الوقت راهم يكرروا معاك وهذا مهم خاصة مع الاطفال لانه كما قلنا قبل مدة انتباههم قصيرة وهذا تكرار الجماعي راح دايما يجعل منهم يولفو انهم يكونوا active learners ويحط المسؤولية تعلم اللغة من ناحية النطق وكما راح نشوفهم بعد من ناحية المعاني والتطبيق في المرمن تحهم مش برك في مسؤولية الأستاذ شوفوا هنا كيفاء الأستاذة مرة أخرى عطت إكزامبل لي هو سلي إكزامبل مش برك باش تخلي تعلمه سلي ولكن أيضا باش تعاونهم وتساعدهم على تذكر المفردات ووضع المفردات في سياق معين لأنه الفائدة طبعا في تعلم المفردات هو استعمالها هو استعمالها في جمل أو في سياق معين كما راح نشوف شو ينبات شوفوا هنا كيفاء أيضا لأستاذة مرة أخرى كما قلنا عطت سلي إكزامبل إذن شوفوا كيف هتبعت كلمة بكلمة بكلمة بشتبين أنه هناك اختلاف في النطق وهنا يجيب دور الفعال من تاع بشتبين أنه هناك اختلاف في النطق هنا يجيب دور الفعال تاع الإعادة الجماعية لأنه بالإعادة الجماعية أولا تلاميذ راح ينتابهوا أكتر للفرق في النطق وفي نفس الوقت يمارسوا النطق كي يشوفوا جماعيا أنه هناك اختلاف في النطق ويمارسوا نطق الكلمة لازم مباشرة نتبعوها بمعنى الكلمة باش يتضح أنه الاختلاف في النطق يعني اختلاف في المعنى أيضا وهذا هو الأمر الأهم شوفوا كيفاش الأستاذة راح تمثل وتعطي مثال عن كلمة لتوضيح المعنى شوفوا هناك كيفاش لازم دايما نرجعو للصور استعمال الصور مهم في تعليم الإنجليزية للأطفال وحتى للكبار لكن مع الأطفال يكون مش فقط مهم ولكن ضروري لأنه أولا الصور تخلينا ما نستعملوش الترجمة إلى العربية من المرة الأولى ثانيا الصور تخلي التعلم تفاعلي لأنه دايما راح نستعملوها مش فقط لتعرف على الأشياء ولكن أيضا لطرح أسئلة حول الصورة وتطوير التفكير النقدي شوفوا هنا مثلا طرحت عليهم سؤال وطلبت منهم يورو لها شيء في الصورة يساعد على تخمين ولا تخمين هنا شوفوا كيف أن الأستاذ هالمرة طلبت من التلاميذ هما يمثلوا ويديروا إيماءات ليس فقط لأنه هذا مسلي ولكن أيضا باش تتأكد أنهم فهموا المعنى وأنه الحركة اللي قاموا بها راح تساعدهم على تذكر الكلمة والمعنى تحتها طبعا صحيح أنه من ممكن أنه بعضهم ما زال ما فهمش كل كلمة أو بعضهم ما عرفش كيف هي انطقها النطق الصحيح أو مثلا ما هوش متبع مليح كما راهم متبعين الآخرين من الممكن التركيز على هذه الحالات في المراحل القادمة من تعلم المفرادات الجديدة وهذا طبعا إذا كان عندك قسم كبير فيه 30 أو 40 تلميذ راح يكون تقريب مستحيل أنه تتأكد من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التقديم اللي قلنا هي present أنهم كلهم فهموا المعاني ولا كلهم عرفوا ينطقوهم ولا أنهم كلهم عرفوا كيفا يستعميوهم أقصد هنا أنه نرجعوا إلى قاعدة 20-80 عندك 80% من القسم راه متبع وفهم ورا يعاود معك هادو رانا ملاح معهم 20% ما هوش منتبه ولا مفهمش ولا معرفش ينطق ولا مازال مش متبع هادو في المراحل القادمة اللي راح نشوفها مع بعض اليوم راح نزيد نخدمه معهم خلاص الآن قدمت الكلمات present الآن نروحوا لمرحلة الثانية اللي هي مرحلة practice وهذه هي المرحلة الثانية قدمت في المرحلة present قدمت الكلمات الجديدة من خلال طرح أسئلة من خلال الصور ومن خلال تكرار الجماعي ما شفناش باللي كان كان ترجمة إلى العربية ولا شفنا مثلا شرح لا كانت من خلال طرح أسئلة من خلال صور ومن خلال تكرار الجماعي يمكن في هادو المرحلة الثانية الآن في مرحلة practice يمكن أن نستعمله الصوتيات الاضيوس علىها باش تساعدنا في تقديم وتمرن على الألفاظ اللي تعلمناها في المرحلة الأولى من قبل في مرحلة practice التركيز راح يكون على السمع والتكرار الجماعي أولا حسنًا نحن تجد من خلال الصور حسنًا شوفوا هنا قطلهم touch your ears بمعنى كونوا مستعدين تسمعوا هذا كل طبعا علمتهم التلاميذ من قبل كما شو مي فينجرز اللي شفناها في البداية هذه تساعد على أنهم كلهم على بل هموش يديروا وتاني أنهم كلهم يكونوا مركزين على التاسك وحدة وهي السمع لأنه ما ننسوش باللي عندك قسم كبير إذن باش تتأكد أنهم كلهم يديروا في نفس الشيء في نفس الوقت لازم يكون كاين طريقة للاستعداد في السباق مثلا كيفاش نعرفوا موعد الانطلاق نعرفوا بالعادة تنازلي ولا بكي يقول لك استعداد انطلق نفس الشيء هنا ولكن نرجع ونقول أنه كيكونوا الأطفال على بالهم وش لازم يديروا يكون التحكم في القسم أسهل وأفضل شوفوا بعد touch or ease وش تقول لهم تقول لهم hands back بعد finger ready وهنا على بالهم باللي لازم كي يسمعوا يشيروا إلى الصورة ويربطوا الكلمة صوتيا مع الصورة الصحيحة أو مع الكتابة نعودها لكم شوية هنا تتكلموا او ready hands back fingers ready activity 2 listen point and say say loud Excited إذن هنا نرجع دايما وأبدا إلى الإعادة الجماعية واللي هي مهمة مع الأطفال في تعلم المفردات الجديدة وفي تعلم النطق الصحيح لاحظوا هنا أنه في المرحلة الأولى في التقديم كانوا يعودوا مع الأستاذة ولا يعودوا معك أنتي ولا يعودوا معك أنتا كأستاذ الآن رام يعودوا مع الأوديوس وهذا طبعا يعطيهم فرصة أنهم يسمعوا النطق من مصدر آخر غير الأستاذ ولا من لهجة أخرى غير لهجة الأستاذ مثلا من نيديف بريديش إنجليش ولا نيديف عمريكين إنجليش أيضا ما ننساش أنه هذا البركتس فرصة العشرين بالمئة اللي ما تبعوش مليح في المرحلة الأولى أنهم الآن يتمرنوا أكتر ولا يداركوا تأخر تحهم إذن كما قلت من قبل إذا لاحظتوا باللي في المرحلة الأولى كان لي ما مش متبعين كان لي ما فهموش مليح تأكدوا باللي دايما راح تكون مراحل قادمة وين راح نخلوهم يداركوا تأخر تحهم صحة شوفوا هنا كيف أن الأستاذة قسمت القسم إلى فوجين وكل فوج يعود وكل ما ينطق فوج الكلمة بالشكل الصحيح يدي نقطة أو في هذه الحالة دارت لهم نجمة كاللي رام دائرة نجوم هنا ودائرة نجوم هنا هذا نسموه بمعنى أنك تكافأ السلوك أو النطق الإيجابي من خلال إعطاء نجوم وكل واحد وش يحبي مد كمكافأة كاللي حبي مد حلوة أيضا كيعودوا زوج فرق هذا راح يخلق منافسة بينهم ويحفز على التعلم ما ننسوش أنه موتيفيشن مهمة جدا مع الأطفال ولازم نحرصه دائما على أنه تبقى درجة التحفيز دائما عالية والطريقة الأسهل هي أنه ليس درجة التحفيز تبقى عالية طريقة الأسهل هي أنه يكون كائن منافسة ويتبحها مكافأة كما قلنا قبل في فيديوهات سابقة على تعليم الأطفال الأطفال يتعلموا أفضل من خلال games ومن خلال المرح ومن خلال التسلية having fun جيدا يا جيني judgement انق 맞نع شكس عيد ما لكم ما ترين الآن نروح إلى المرحلة الأهم وهي مرحلة التطبيق على التطبيق المهم لأننا نتعلم لغة لكي نستعملها بكل بساطة أيضا لأن التطبيق يسمح بأن نحط المفرادات في سياقها من خلال استعمالها في جمل تقدر تتعلم كل مفرادات القاموس ولكن إذا ما تعرفش توظفها ولا ما توظفهاش بالشكل الصحيح فهذا لا ينفع في شيء في هذا الحالة يمكن رجوع مثلا إلى الكتاب كما رأيت دير الأستاذة في الفيديو الكتاب اللي راك تستعمل فيه إذا كان فيه صور أو فيه مثلا قصة كثير من الكتب والتكس بوكس فيهم صور ولا قصة في شكل صور إذا كان فيه صور ولا قصة تحتوي على توظيف الكلمات اللي تعلموها في سياق معين فيجب هنا الرجوع إلى الكتاب إذا ما كانش فيه لازم تلقى طريقة وين تلميذ يشوفوا ويشوفوا كيفية توظيف الكلمات يعني مثلا طريقة فعالة هي رسم متحركة للقوها على اليوم أنا تارك الفعال جدًا إِيше شاسكیر30 ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر